تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بارك الله فيكم هذا يقول أتتني رسالة على جوالي حيث يقسم رجل أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاه سلاما للناس والمحافظة على الصلاة فعلى كل من يقرأ الرسالة أن يوزعها وينتظر أربعة أيام فسيفرح فرحا شديدا ما حكم هذا وما صدق هذه الرسالة هذا كذاب وهذا لها نظاير يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون وزعه على الناس واللي ما يوزعه يحصل عليه كذا من الوعيد واللي وزعه يحصل له كذا من الفوائد والأجر هذا كذب ولا يجوز ترويجه على الناس نعم ترجمة نانسي قنقر